من خلالكم أرفع قبعة الاحترام والشك لكل إخوانا التجار لأنا كما أشرت وسالفاً عددهم يفوق 2.5 مليون والذين تم القبض عليهم أو المتابعين فيما يتعلق بالمضاربة غير المشروعة فيتعدوا على الأصابع يعني عددهم قليل وبالتالي فنحن نرفع قبعة الاحترام لإخوانا التجار ليقومون بعملية مهمة وهي تمويل السوق الوطنية هم جزء لا يتجزى من شبكة التوزيع لتعتمد عليها الحكومة من أجل إيصال ما يبتغيه المواطن والمستهلك من جميع السلع وجهنهم كل احترام تمنى لهم سنة 2023 سنة خير وسنة زيادة في أرباحهم إن شاء الله لكن تمنى إن شاء الله دائما يخضوا بعين الرحمة وعين الرعفة إخوانهم المستهلكين فيما يتعلق بقضية هوامش الربح كما أرفع قبعة مرة ثانية لكل موظف قطاع الوزارة التجارة وأيضا كل إخواننا في أسلاك الأمن درك وأمن وطني وكل القطاعات الأخرى التي تشتغل معنا فيما يتعلق بضبط وتمويل السوق أقول لهم شكرا فأعتقد بأن ما يقومون به هو عمل رائع هو عمل بامتياز عمل وطني من أجل توفير ما يحتاجه المواطن من سلع ويحتاج المواطن من الخدمات بأقل تكلفة بأقل سعر ممكن إذلك نتمنى إن شاء الله تكون سنة 2000-23 سنة تصدير بامتياز